يجري المنتخب الوطني اليوم آخر وحداته التدريبية أمام الإعلام وذلك لأخذ مقتطفات من التدريبات بعيدا عن أجواء المقابلات والتصريحات الخاصة بوفد المنتخب العراقي والتي جرت في مركز تدريبات المدينة الرياضية في البصرة تحضيرا لمواجهة منتخب عمان في افتتاح خليج 25 يوم غد الجمعة هذا وغب عن تدريبات المنتخب الوطني يوم أمس اللاعب أحمد فرحان الذي ينتظر التقرير الطبي لحسم أمر بقائه بعد تعرضه للإصابة